على عشرين ألف جرعة من لقاح أسترازانيكا إضافة إلى ما يقارب خمس وعشرين ألف جرعة من ما بين لقاح سينافوروم وجونسون أند جونسون هو عدد اللقاحات التي أطلقت به الجهات الصحية على مستوى ولاية الحوض الشرقي حمدتها الثالثة للتلقيح ضد كوفيد-19 جرى ذلك بإشراف والد ولاية السيد الشيخ العبدالله والدواه مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحديين انطلقت يوم الحملة الوطنية للتطعيم بالجرعة الثانية من أسترازانيكا هي وصينوفوروم على مستوى ولاية الحوض الشرقي مخصة لها في فرق ذابتة في 55 فرقة فيها منها فرق ذابتة وفرق متقدمة وفرق متحركة مقسمة على جميع المقاطعات في الولاية ازدياد في الإقبال على التلقيح يسفر عن وعي المواطنين بضرورة أخذ اللقاح كحل أمذل لمحاصرة الجائحة في هذه المرحلة خصوصا بعد النجاح الذي أحرزته الحملة الأولى للتلقيح اليوم جئت للمركز الصحيون في مدينة النعمة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح البريطاني وكانت كل الأمور باستياب المواطنين موجودين هنا في قدر إن شاء الله المواطنين أن يدلع لأن فيه وعي بضرورة أخذ هذه اللقاحات وأن هي الوسيلة الوحيدة القضاء على هذا المرض وأنه لقايا منها في البداية الناس لم يكنت مقتنعة قاعدة بالدقة بدايتها وقدر يمجيها لها وتمامها من هذه الدقة الحملة السابق هذه تبادئة الناس تشعر به والله تعطي أهمية لقبال تقييم الحملة الأولى وبحث آليات وسول مواصلة نجاح الحملة الثانية على ضرار ذلك كان موضوع اجتماع عقدته اللجنة الجهوية لمحاربة كوفيد-19 أوضح أعضاؤها من خلاله الاستراتيجيات المتخدة لمواصلة الجهود في تلقيح كل مواطن أينما حل محمد مولود الموريتانية مدينة النعمة